فالمضخة الترسية والمضخات المتبسية كلها تعتبر شنو موجبة الإزاحة هاي رقم واحد بينما المضخة الطاردة المركزية سواحد يسأل يقول ليش ما نستخدم بالمنظومات الهيدروليكية مضخة طاردة مركزية المضخة الطاردة المركزية ما تعتبر مضخة موجبة الإزاحة لأنه لنفترض أنه تعمل المضخة وواجهة عائق معين السائل واجه عائق معين فالمضخة ما رح تقدر تجبر السائل أنه يدفع هذا العائق ليش؟ لأنه تقدر ممكن أن المضخة راح تستمر بالعمل ظل الدور لكن يكون دورانها بشكل أبطأ يعني شون نقول ما راح تصرف السائل بشكل كامل بينما المضخة الترسية لازم لازم تصرف السائل إذا ما صرفت السائل يش يحدث به؟ يحدث انفجار يعني التلف للمضخة بينما هل تحن الماطورات الموجودة ببيتنا هاي الماطورات لصاعد ما يلتاكي إذن مضخات مو موجبة الإزاحة ليش؟ مضخات طاردة مركزية فشنو مثلا يمترس التنكي تنسد الطوافة ينقطع المجرة المضخة الظل تشتغل لكن صوتها يصير عالي فقط يعني شنو يعني تشتغل بس شنو بصعوبة البوم تشتغل بينما يعني ما توصل إلى حد أنه تنفجر لكن المضخات ذنين لا يسموها موجبة الإزاحة فاللي هي شنو تنقسم المضخات الموجبة الإزاحة بشكل عام؟ تنقسم إلى روتري مضخات دوارة بشكل عام مضخات دوارة هاي ستدعش بشكل عام بعدين نجي على المضخات الترسية مضخات دوارة ومضخات ترددية reciprocating يعني ترددية هذي حفظو المصطلح وروتر يعني دوارة الدوارة عندنا نوعيتين القير بومب واللي قلنا ببطنها أكوش قيد أكو أربعة أنواع رئيسية وعندنا الفين بومب اللي هي شنو المضخة الريشية اللي نتكلم عنها إذا لاحقنا هالمحاضرة إذا ما لاحقنا إن شاء الله بالمحاضرات الجاية الفين بومب المضخة الريشية إذن النوعيتين من المضخة هي روتري يعني شنو يعني دوارة أما leciprocating اللي هي شنو الترددية فتنقسم أيضا إلى قسمية هذنا radial piston pump اللي هي المضخة المكبسية إذن اللي شنو الشعاعية radial يعني شعاعية وأيضا رح نجي نأخذها بالتفصيل وعدنا أيضا شنو axial piston pump اللي شنو المضخة المكبسية المحورية هذنا عدني radial يعني شعاعية axial يعني محورية هي ناتل مضخات مكبسية تعتمد على المكابس إذن الأربعة أنواع الرئيسية كلها تندرج تحت يا نوع positive displacement hydraulic pump المضخات الهايدروليكية الموجبة الإزاحة إذن عرفنا أنه ليش أنا ما أستخدم مضخة طاردة مركزية بالمنظومة الهايدروليكية لأنها مضخة غير موجبة الإزاحة خلنا نجي نشوف شنو بعد عندنا هذا أول نوع طبعا هسا هحنا مو قلنا هنا عندنا أربع نواع عندنا أربع نواع من المضخات رح نتكلم فقط وين على الـ Gear Pump اللي هي هذا أول نوع اللي بداخلها أكو شنو أكو أربع نواع خلنا نجي على أول نوع اللي يسميناه Internal Gear Pump يعني شنو المضخة الترسية العفو الـ External المضخة الترسية الخارجية يعني شنو خارجية وداخلية الخارجية يعني التروس الترسيين ذني الثنينات هن تتلامس من الخارج الداخلية أحد التروس يتلامس من الخارج والثاني يتلامس معه من الداخل فخلنا نشوف إسا نجي على الخارجية كل الترسيين يتلامسون من الخارج خلنا نشوف من يشت تكون طبعا هاي الترسيين مثل ندى تشوفون أمامكم ترس يسمونه ترس قائد اللي هو شنو يرتبط بالعمود الدوار اللي يرتبط سواء يعني قد يكون بالPTO شيفت نال ساحبة قد يكون مرتبط بمحرك هو كهربائي آخر خاص به يعني همشي أكو وسيلة حركة محرك حركة فالشيفت اللي يرتبط بالمحرك هو الـ ترسيين مرتبط بمحركة ترسيين مرتبط بمحركة راح تكون هنا عدي سائل فالمضخة من الدور هذا السائل راح ينتقل ما بين الأسنان يعني يحصر ما بين الأسنان وما بين شنو غلاف المضخة غلاف المضخة فرح يصرف وين عندما يصل إلى هاي النقطة هاي النقطة اللي هي فتحة التصريف وأيضاً من هذا الترس أيضاً نفس الحالة راح ينقل كمية من السائل إلى فتحة التصريف راح يجتمعون هنا راح يصرف السائل إلى الخارج فمثل كأنما شون الناعور يعني ينقل السائل من مكان إلى مكان يعني تلاحظون هنا بالنظخة الطاردة المركزية ما عدنا نقل للسائل هو مجرد بشارة تفتر اللي نسميها الدافعة والإمبلار وهاي الدافعة مجرد تدفع الماء يعني مدى تحمل حامل من مكان إلى آخر حتى نسميها موجبة الإزاحة مجرد الدفع للماء زين بينما هنا لا دا تحملي جزء من السائل لتودي إلى هالفتحة فإذا السائل ملق مكان يصرف من عنده يصير عندي المضخة مستمرة بالعمل راح يصير عندي تلف بالمضخة زين خلي نشوف شونه بعد يحتوي خلي نشوف الفيديو هايدروليك ييربان قسمناها قلنا أربع نوع الإكستيرنار اللي هسه شفتوها أمامكم اللي هي دائما يعني نقول جيربان رأسا هي تتبادر إلى ذا هنا وأكو أيضا الإنتيرنال أيضا نوعية موجودة والجيروتر واللوب بام نجي على أول نوعية اللي هي الإكستيرنار شوف هذا الإكستيرنار وهاي الإنتيرنال وهاي الجيروتور يسموه وهي اللوب لوب بام يعني ذات الفصوص وهي الجيروتور يعني ما أعرف تسمية نسبة إلى شنو لكن تكون بهالشكل هذا فبشكل عام زين الأربع مضخات كلها تحت عنوان المضخات الترسية راح نشوف وحدة وحدة شنو طريقة عملها نجي على أول وحدة الإكستيرنار هاي مثل ما نشرح لكم أستقبل شوية أنه طريقة عملها هاي بالنسبة للإنتيرنال أيضا بها طريقة عمل وهي شنو أنه عندك ترس داخلي وترس يعني ترس أسنانة إلى الخارج اللي هو هذا الترس الأصفر أسنانة خارجية نسميها وترس أسنانة داخلية فتلاحظون الترسين واحد يتلامس بأسنانة الخارجية والثاني يتلامس وين بأسنانة داخلية طبعا هذا الترس اللي هو باللون الأصفر يعني ما مستقر في مركز المضخة ولكنه تلاحظون في يعني مرتكس في نقطة بعيدة عن المركز نوعا ما مو بشكل مركزي ليش حتى يصير عندي فتحة يعني ينقل السائل من مكان إلى مكان فهاي الفتحة حيدخل من عد السائل بشكل ضيق راح تتوسع الفتحة هنا هذا يسموه الهلال كريسنت كريسنت يعني الهلال اللي راح يحصر للسائل ما بين أسنان الترس هذا الأصفر وما بين الهلال إلى أن يصل إلى هذه المرحلة اللي هي فتحة التصريف عاي فتحة التصريف زيان فالدخول يكون منه ينتقل السائل من يوصل إلى الهلال راح يحصر ما بين الهلال وما بين أسنان الترس الداخلي اللي هو الترس ذو الأسنان الخارجي يعني الأصفر وبعد ذلك رح ينطرد السائل إلى الخارج هاي أيضاً تعاد مضخة كلها مضخات موجبة الإزاحة نجي على اللوب بومب اللوب بومب هي أيضاً أحد أنواع المضخات الترسية تعتبر شكلها مثل الترسية لكن شنو يعني زني ما تعتبر تروس ولكن تعتبر مثل الفصوص عملها أيضاً مشابه لهاي المضخة بالضبط لكن شوفوا يعني عدد من الفصوص أقل من زني التروس التروس تزني عددهم كثير هنا عدي فقط ثلاث فصوص أو ربما قد يكون أربعة وما شابه زين لكن مبدأ عملها مقارب إلى هذا المضخة الخارجية الـ external الجي روتور مبدأ عملها أيضاً مشابه إلمي للـ internal المضخة الـ internal هي موجودة فوقها أيضاً عندي فترس داخلي أسنان خارجية يعني أقصد هذا الأصفر لكن شنو يكون عدد يعني عدد الأسنان ما التأقل من هذا وما يحتوي على هلال ماكو هذا الهلال ما موجود مجرد أنه عندي ترس خارجي وترس داخلي تصميمها يختلف نوعاً ما عن المضخة الداخلية اللي هيها خل نجي نفصلها بعد أكثر الترس هذا يفتربها الاتجاه وهذا الترس يفتربها الاتجاه الزيت يحصر ما بين الأسنان وينقل إلى هذه النقطة وكذلك هذا الترس اللي بالأسفل يحصر الزيت وينقل إلى هذه النقطة فالمسار الزيت رح يكون بالاتجاه الخارجي وليس الداخلي هذا هنا دا يوضح لكم أنه شلون هاي المضخة رح تعمل شوفوا اتجاه الدوران شون يصير يعني من مثلاً مثلاً جبت لك خلي نقول صح وخطأ جبت لك هاي صورة وجبت لك صورة لخ التروس بالعكس وخال لك منها لإن ومنها لأوت فمن أجيب لك التروس بالعكس انت عندك منها لإن هذا أنا مثبت تلكية من تفتر التروس بالعكس كأنما ما رح يصير عندي التصريف رح يتنقل بالأسهم يعني يصير هذا الان وهذا الاوت مو صحيح بينما هنا شنو عندي السي الاتجاه رح يفتر التروس بهذا يعني ويعقارة بالساعة بالنسبة للون الأخضر وبالنسبة للون الأصفر رح يفتر عكس عقار بالساعة يعني الاتجاه دورانه متعاكس وتبدأ العملية بنقل السائل وتصريفه هنا دا يطيك أجزائها هنا عندك مثلاً الهاوسينج الهاوسينج يعني بيت المضخة خليسميه أو غلاف المضخة خليسميه ما شئ زيان وعدنا درايفر جير درايفر جير يعني الترس القائد وعدنا الدريفن جير اللي هو الترس المقاد يسموه الايدلر جير يعني شنو الترس الخامل يعني مو مصدر حركة وفقط يستلم حركة وعدنا أيضاً انلت فتحة الدخول يسموها طبعاً فتحة الدخول وعدنا اوتلت كاتب لك هنا الالت هاي غهم قد تيجيك صح وانتبه عليها فتحة الدخول دائماً يكون الضغط معين شنو منخفض ليش لانو انت لتسحب الزيت من الخزان منها الزيت من مين دا يجي دا يجي من الخزان من الفلتر زيان فما يعني ما عدي في الضغط معين مجرد سحب بينما هنا انت فتحة التصريف ليش قللك هاي برجر فتحة التصريف وين دا توديلي دا توديلي الى ميك بيس الى محرك هايدروليكي الى صمام قد يكون صمام مثلاً تخفيف الضغط او غيرها زيان فرح يوا السائل اثناء جريان احنا بيننا المضخش يتولد جريان متى ما السائل اللي خرج منا واجه عائق معين والمقصود بالعائق انه مثل ما ذكرنا متبس او ما شابه رح يتولد عندي ضغط ولهذا بالخروج يصير شنو هاي برجر ضغط عالي بالدخول يصير اللو برجر خلي نشوف بعض شنو المعلومات اللي نقدر نستفاد من عندها ها يقول لك هاي المضخة بيها عدة خطوات او عدة مراحل المرحلة الاولى هي اللي هي شنو مرحلة الملع يعني المضخة تشتغل لتملأ هذا الفراغ حتى شنو يعني ظل تفتر حتى شنو تجذب السائل من الخزان الى هذا الفراغ متى ما ملأت المضخة رح يصير عدي رح يصير مرحلة اخرى اللي هي مرحلة النقل حس هذا السائل اللي صار هنا اريد انقله الى هذه النقطة واريد هذا منها انقله الى هذه النقطة اذا يسموها transfer stage حسنا رح نجي نشوفها اذا مرحلة الملع يسموها اول مرحلة المرحلة الثانية هي transfer stage transfer stage اللي هو شنو نقل السائل من هذه النقطة الى خليني نقول لهنا هاي transfer stage نقل بعد ذلك اللي هو يسموه discharge او تصريف او delivery يسموه delivery stage اللي شنو رح يجمع السائل منا ومنا بضغط عالي رح يتصرف الى خارج المضاقة فتمر هي السائل اللي مر بثلاث مراحل هذا section port طبعا حتى تعرفوه بالانجليز section يعني سحب section port يعني منفذ port يعني منفذ منفذ السحب و discharge port هو منفذ التصريف منفذ التصريف او يسموه delivery port منفذ يعني شو احنا نقول هم ايضا يجي تصريف او تسليم لحد الان ما كفت شيء يعني مميز عن بقية المضاقات في كل المضاقات بيها section port بيها discharge port الان هسا لهنا المضاقة الترسية الداخلية تقريبا العفو الخارجي انتهانا منعدها رح نجي نشوف المضاقة الترسية الداخلية نشوف شنو طريقة عمله الانترنال gear pump من يش تتكون مكونات تتكون من اول شي عدي من ايضا driver gear اللي هو الترس القائد يسموه inner gear inner gear يعي الترس الداخلي او القائد هذا الاصفر driver gear الترس القائد او الداخلي يسموه و driven الترس المقاد driven gear يعي الترس المقاد اللي يسموه ring gear يعني صار بشكل حلقة هذا الترس صار بشكل حلقة اللونة باللون الاخضر اقصد به يسموه ring gear او driving gear وبعد شنو عندي عندي الكريسنت اللي هو الهلال هذا اللي يكون يحصل للسائل ما بين اسنان الترس ال inner gear اللي هو الترس الداخلي وما بين هذا الهلال حتى شنو ينقله الى فتحة باتجاه فتحة التصريب هذا طبعا شكل هالحقيقي هذا شكل هالحقيقي هذا شكل هالحقيقي هذا شكل هالشوفون عدي هذا الترس داخلي وعندي يسموه ring gear اللي هو هذا الترس الخارجي طبعا اسنان لو نحسب هي الاسنان ما الترس الداخلي نبدى منها 1 2 3 4 5 6 7 صح مين بدينها منها هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 أسنان به الترس كمسين نبدى منها 1 واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش عدي ثمان أسنان يعني الميزة بالمضخة الترسية الداخلية اللي تفرق عن الخارجية المضخة الترسية الخارجية لازم أسنان الترس القائد شي ساوي أسنان الترس المقاد هنا بالمضخة الترسية الداخلية أسنان الترس الداخلي اللي هو القائد عادة ما تساوي أسنان الترس المقاد اللي هو هذا الخارجي زين هاي أول اختلاف الاختلاف الثاني هاي بيها مثل اللي يسموه الهلال أو الكريسنت هذا على مد يحصر الزيت طبعا الزيت راح يدخل منه شوف فتحة منه أكو فتحة صغيرة ينتقل هنا طبعا هاي كلها تنملئ بالزيت لكن الزيت اللي راح استفاد من عنده وين هذا الزيت هنا يملئ ليش حتى هذا من يفتر من يفتر يصير نوع من التزييت يعني حتى تدرون هذا الهلال أيضا ممكن أن يحتك مع هذا الجزء فيصير نوع من التزييت لكن الزيت اللي أنا استفاد من عنده ش راح يصير عندي هنا هذا الزيت أيضا راح يفتر يزييت لي الكريسنت وين يروح؟ يروح إلى فتحة التصريف هذا واحد ومنها أيضا عندي كمية من الزيت راح تجي فرح تتجمع لكمية جيدة من الزيت عند منفذ التصريف وتندفع إلى الخارج هذا أيضا يعني منظر آخر إليه طبعا هناك واحد يسأل يقول لي جيدين وين منفذ السحب وين منفذ التصريف المنفذ ما سحبه التصريف عادة نبزني المظخات يكون يعني مثلا يستهناد شو هذا مننا متصل من الأسفل بهذه الفتحة وهذا الجزء أيضا متصل يعني في شيء من جواب إحنا ماذا نشوفه متصل أيضا بأنبوب دفع أو أنبوب سحب فما يكون ظاهر يعني منه ومنه تشوف الشون لازم نقلو بهذا الجزء ونشوف المنافذ السحب والدفع هذا أيضا شوفه هنا هيقول لنا شون راح تشتغلوا هاي أجزائها دا يقول لك عليه الترس الداخلي الترس الخارجي والكريسنت اللي هو الهلال والهاوسينغ اللي هو هذا باللون الأخضر اللي هو راح يكون بيت المظخة وطبعا أيضا هذا ما يحتاج نقوله اللي هو عمود الدوران طبعا تعرفون شون الفرق بين العمود والمحور منو يقولي شون الفرق بين العمود والمحور يعني هذا سيسمي محور لو عمود انتو صف رابع لازم تعرفون هسمي عمود لو محور هذا حتى نكون دقيقين بكلامنا محور؟ محور جدا ليش ما نصيح لعمود ليش شنو فرق المحور عن عمود لو ثنينات نفس الشي أستاذ أعتقد الفرق إنه واحد يتحرك والثاني لا؟ هو أنا أريد هاي إنه بتواصل له يعني هس إحنا اتفقنا إنه أكو فرق لو ماكو فرق بياناتهن بالإصطلاة ليس هذا فرق أكو فرق زين، واحد قلت واحد يفتر واحد يفتر مو صحيح المحور يعني ترتكز عليه أجزاء؟ ترتكز عليه أجزاء صح وبعد شنو الفرق يعني؟ شنو الفرق يعني؟ عمودهم ترتكز عليه أجزاء؟ العمود عنصر دوار يعتبر غير؟ يعني شنو عنصر دوار؟ يعني عنصر يطيني يعني بيطاقة حركية يعني هو يطيني طاقة حركية يدور هو جزء يدور الأجزاء المرتبطة بيه مو صحيح؟ مثل يش؟ مثل يش؟ مثل عمود مأخذ القدرة عمود مأخذ القدرة، عمود مأخذ القدرة محور له عمود يعتبر عمود؟ مأخذ القدرة، إذا قلنا محور غلط، بينما بالعجلات الأمامية للتاحباء، كيف نقول؟ خاصة من 2-wheel drive، مو 4-wheel drive، نقول المحور الأمامي، مو؟ المحور ليش المحور الأمامي؟ المحور الأمامي بال 2-wheel drive، ما يطيح حركة مجرد بس العجلات ترتبط عليه، ويسند العجلات ويوجهها، يمين يسار أو غيرها، فما يسمو، مو هو يدور العجلات، الحركة تجي من العجلات الخلفية، تدفع الساحبة، فالعجلات الأمامية الدور بفعل حركة الساحبة، ومو بفعل المحور الأمامي، أما الأكسل، الأكسل الخلفي مع الساحبة، ما يسموه محور، محور الأكسل، يسموه عمود، ليش؟ لأنه ده يشتلم حركة من الغيربوكس، وده يوزقها، ده يتحرك ويحرك كوية العجلات، فإذا نتفق على نقطة أنه جزء الدوار اللي يولد لطاق حركية للأجزاء المرتبطة به، هذا يسموه عمود، والجزء الغيردوار اللي فقط مجرد توجيه وإسناد، هذا شي يسموه محور، فهي يعني شون من باب شون نقول، طلعنا عالترابي، يعني خارج الموضوع بس حتى يكونوا علم بها، جيد، هنا عدنا شنو نستعدنا الإنر غير والكريسينت والأوتر غير، هذا اللي شوفوه أمامكم، هذا يسموه عمود، يعني عمود الدوران أو العمود اللي هو حيولد للحركة، ياخذ حركته من محرك خارجي، هو كاتب لك العمود شي يسموه بالإنكليزي، يسموه shift، هذا drive shift عمود القائد هاي نفسه وديعيده بس ده يوضح إنه منها فتحة الدخول، ومنها فتحة الخروج، هذا شنو؟ نعم، هذا شون شون نحن نقول، يعني قفل مفتاح هذا الشيفت هذا موجود به، فأقدر هذا مثل شون نحن نقول، ماذا رش يسموه؟ يعني، من تريد فصخ المظخة، منها تفتحها وحتى تفصخ المظخة، مثل البين أو مثل شون بسمار أو برغي هاي شي شي، هاي أيضا بيها ثلاث مراحل، شون المظخة ذي ترسية الخارج مرحلة المليئ إنه هاي تمتلئ هنا بالسائل، بعدين مرحلة النقل لترانسفير ستيج، السائل إجه هنا راح يبدأ ينقل إلى بقية أجزاء المظخة، ينقسم طبعا قسم ينقسم يروح مع الترس باللون الأصفر، وقسم يملي هاي الفراغات اللي أيضا هي راح أيضا تحملي السائل وتنقله إلى هاي المرحلة، وعندي آخر مرحلة هي مرحلة delivery أيضا تحملي السائل أو مرحلة الترسية الخارجي، نفس الفكرة ما المظخة الترسية الخارجية هنا نفسها ما يحتاج بعد شوانا نتسوي لسكيب هسا نجي على المضخة اللي يسموها جيروتور يعني بامب اللي هي هذا الشكل هيكون شبيهة بالمضخة الترسية الداخلية لكن قد ما تحتوي على هلال مبدأ عمل هيعتمد على شنو على حصر الزيت ما بين هذا الترس الداخلي وما بين هذا المسنن الخارجي أو الترس الخارجي بدون الحاجة إلى هذا الهلال الموجود فهذا التصميم ما لاته شوفوا أيضا لو تلاحظون الترس الداخلي ما مستقر في سنتر يعني في وسط الترس الخارجي لا يكون مائل إلى جهة معينة حتى تكون عندي فتحة جهة من الجهات يكون عندي مساحة لسحب الزيت وجهة من الجهات رح تكون ضيقة حتى تحصر الزيت وتجبر على الخروج إلى خارج المضخة من فتحة التصريف هاي شوف هاي بيها طبعا ديزاينات مختلفة يعني لو تلاحظون هنا شنو عدنا هاي المضخة أنه الترس الداخلي ينقص بواحد وين عن الترس الخارجي الترس الخارجي هو يكون واحد سنيين ثلاثة أربعة خمسة بينما هنا عدي أربعة أربع أسنان طبعا ذني ما تسمى أسنان يعني لكن شوان حين نقول يعني المكان اللي هو رح يقعد به ذني الأسنان الترس الداخلي لا فستغادة الشيء ثابت يعني بها تفرق عنها بواحد يعني كل أنواع هال هسه خل نحسب هاي هو يفترض يعني بهذا النوع الجيروتر لازم الترس الداخلي يعني أقل بواحد وخلي نتأكد هنا هذن نحسب هاي كمثال واحد ثنيين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دينا مننا احنا مو تسعة هسه نجي واحد ثنيين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة فهاي تسعة هاي عشرة حتى شنو حتى يصير هاي لو كانت بنفس عددها ما رح يصير عندي هذا المكان اللي ممكن حتى أسحب مننا الزيت وأنقله لازم عندي فد فراغ ينتقل بي الزيت فلو كانت متساوية رح يصير الترس كأنما فت قاعد على الترس الآخر فما رح نقدر ننقل الزيت فلازم تكون بها فد مسافة حتى تسمح لي بنقل الزيت من الفتحة السحب إلى فتحة التصريب حافظون اصداد هذنو الترس الداخلي يدور ويدور مع معه شنو Push ثلاثة ترس الخارجي ثلاثة تنية دوران ايه؟ لنحسبها 1-2-3-4-5-6-7-8 ثمانية وعندي هنا 1-2-3-4-5-6-7-8-9 شوفوا بينما المضخة الترسية الخارجية مو شرط المضخة الترسية الداخلي هاي من الهلال مو شرط انه الترسي الداخلي لازم انقص بواحد لانه الهلال هو موجود في يقوم بهذا الامر بينما هنا لا لازم يكون انه الترسي الخارجي اكثر من الترسي الداخلي بواحد او خلي نقول الترسي الداخلي اقل يعني شوالما تتعبر عنها عبر لاحظ بالمضخات عادة الشي اللطيف انه يكتب لك الان والاوت عليها لانه انت من تجي تربطها اذا ربطتها بالعكس ما راح تشتغل فدائما يقول لك الان والاوت ليش لانه هذا اتجاه الدوران هذا ثابت فمن تربطها بالعكس كأنه ماذا تربط فتحة السحب على التصريف والتصريف على السحب فما تشتغل المضخة كأنه ماذا ترجع لك السائل تسحب مين من المنظومه وترجع على الخزان وهذا الشي طبعا ميسر فخال لك سهم الان والاوت او يخليه داع عادة هنا على هذا الغلاف اللي تشوفو الساداء اشر عليه يعني بالنتيجة او يكتب لك هنا ان و اوت هنا يكتب لك مثلا ان هنا اوت باحث من تربطها ما تدوخ تعرف ان هذا ان وهذا اوت هذا ايضا هم مثال بواحد خلنحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهنا ثلاثة وهنا ثلاثة سبعة واذن يستة والله لو طالعها سبعة اشان في شرية ثانية ماذا يقول هنا ايه هاي نفس الهم يقول لك اين الروتر الروتر يعني هو هنا هم مثل الترس يعني جزء دوار الروتر يعني جزء دوار وهي يسمي اوتر قير رنج هذا الرنج يسمي الخارج يسموه عادة الرنج يعني قير رنج وهذا الهوسينج اللي هو بيت المضخة اللي يعني شون تستقر داخله او تحفظ داخل اجزاء المضخة وكاملها اللي يحتوي ايضا فتحات السحب والتصريف وهذا الدرايف شفت يعني نفس المعلومات دا يعيدها كل ساحة هو بس باشكال مختلفة خلي نقول شوف دا اشكر لك يقول لك هذا الجزء يدور وهذا ايضا يدور فالسائل وين رح يكون رح يحصر في هذه المنطقة اللي باللون البنفسجي هنا ايضا يقول لي زيني شون يصرف الزيت مو قلت لك هذا مننا جزء مصمت يعني هذا جزء صلد بداخله اكو فتحة مظاهرة امامنا هذه الفتحة بداخله رح يصرف الزيت مننا الى هذا الجزء او يدخل من هذا الجزء الى داخل الرنج هذا الرنج جير نسمينا الآن على هالحطية مات دوران وين فتحت السحب وين فتحت التصريف دعونا نقول الآن أمامكم التو الشاشة يساركم يساركم هذا فتحت السحب لو تصريف السحب سحب أستاذ هاي سحب من يقول سحب بعض؟ اكو واحد يقول تصريف ثلاثة سحب ممتاز لي السحب لانه مننا داي بجي عدي التوسع يعني شنو التوسع يعني كأنما داي صر عندي تخلق البضغط داي يساعد لي على سحب الزيت الزيت انتقل انتقل هنا داي ضيق المجرة في داي حاول انه يدفع لي الزيت فمن بينه انت من اتجاه الدوران راح تعرف انه منه داي يصير عندي هذا الفراغ مو هنا ماكو فراغ عندي مصمت داي يبدي يتوسع اي حجم يبدي يكبر من يكبر الحجم معناته داي يتخلق عندي الزغط فالسبب سحب اهنا الحجم هو شبير داي يبدي يضيق معناته شنو داي ينضغط معناته شنو داي يجهز المضاخ هذا جهز السائل المن للتصريف فكلامكم صحيح منا عدي فتحة سحب ومنا فتحة تصريف ايش فوقت يعتبر منا فتحة السحب ومنا فتحة التصريف بالعكس شون صير العملية هذا الجزء اذا دار بالعكس اذا دار بالعكس راح اصير هاي فتحة التصريف وهذي فتحة السحب اذا اتجاه دوراني المضخة هوا حيحدد لي منه فتحة التصريف ومنه فتحة السحب نجح على النوع الرابع والاخير اللي هو اللوب بامب اللوب بامب اللي هو شن؟ اللوب يعني فصوص مضخة ذات الفصوص طبعا اكو ثلاث فصوص اكو فصين ما ادري اذا اكو اربعة او ما شابث كل مضخة والتصميم لكن مبدأ العمل هاي استعدنا اربعة هنا اربعة هاي خمس فصوص ما شاء الله بالنتيجة بالنتيجة ايضا تشبه بعملها شنو؟ تشبه عملها المضخة الترسية الخارجية ايضا بها فصين طبعا اثنينات نفس عدد الاسنان هاي اربعة هاي اربعة هذه خمسة بخمسة اثنين باثنين حسب ايضا نفس العمل يحصل السائل ينقل بعدين يتصرف الى الخارج يسموها اللوب بامب مضخة ذات الفصوص هذي هنا انتو لو تلاحظون هذي الفصوص شنو اللي يدور الفصوص عدي ترس ايضا قائد و ترس مقاد ترس قائد و ترس مقاد اللي هو شنو هذا الترس القائد و هذا الترس المقاد رح يدورون و يدورون باتجاههم متعاكسة تحصل السائل ما بين الفصوص و ما بين جسم المضخة الخارجي او غلاف المضخة ايضا بيها فتحة السحب و فتحة التصريف يعني ما نقدر نحددها الا يعني الدور المضخة او هو يطيني في السهم حتى اعرف يهو فتحة السحب و يهو فتحة التصريف هذي two loops roots pump يعني شنو يعني بيها فصين فقط ايضا هذا التصميم اخر من هذي التصاميم اللي هي اللوب pump يعني تصميمات كثيرة موجودة هي بيها هذي ثلاث فصوص ثلاث فصوص ايضا بيها لاحظون هذا يعني هذي الانواع الموجودة من المضخات الترسية المضخات الترسية بشكل عام مضخات الترسية من يش تتكون؟ تتكون من الهاوسينج اللي هو موجود بكل المضخات اللي هو شنو بيات المضخة او غلاف المضخة من الفصوص هذا بعد ما يسمو ترس هذا شي يسمو فص او فصوص زين يسمو لوب وايضا تجاه دوران هيكون بهالاتجاه فهنا عدي سكشن هذا رح يدور بهالاتجاه رح يسحب الزيت منها ويصرفها بهالاتجاه وهذا ايضا نفس الحالة الضغط موقفض وهنا ضغط عالي عندي نفس العملية من المضخة الترسية الخارجية طلاب بس الاستمارة ما يحضور اذا تريدونها يعني الصور اللي انطلقها يدعلكم اذا هاي ترسوها نشوفه عشناكو هنا استاذ بس سؤال تفضل عين تفضل يعني دائما الفتحة السحب بتنفس الاتجاه الترس بنفس الاتجاه مو؟ هو مو قصة بنفس الاتجاه لهم ونفس الاتجاه نشوفها لاحظوا هنا حيدر نحن حيدر هذا الترسية مو قيادة بس دائما يدعون بس دائما لا عبدا فش يسوي؟ تحمل ويها الزيت توديه الي فتحة التصريب يعني اتهى فهمها منها يدفع الزيت الي فتحة التصريب لو افترت بالعكس لا إذا افترضنا هذه بالعكس للدور ستحمل الزيت منات ونقلة إلى هذه الصفحة طبعاً أكو شي نسيت أذكره قبل ما أذكره لكم هيدر افتهمت هاي نقطة أولا؟ نعم استاذ افتهمت جداً ممتاز المضخة نحن مو كنا عدنا بالمنظوم الهايدروليكي عدنا مضخات و عدنا محركات هيدروليكية المحرك الهايدروليكي تكاد لا تميزه عن شنو عن المضخة شلون؟ يعني هاي هسا نفسها مو تشوفها أمامك هاي تقدر تستخدمها كمحرك هيدروليكي شلون محرك هيدروليكي؟ إذا آني اضطيت الزيت آني اضطيت الزيت منها يعني الزيت مو يجي لفعل حركته وهو خامل مو يجي لتحرك بمحور طبعاً محور قائد ومحور مقاد يجي الزيت بضغط عالي من مضخة أجابة من مضخة خارجية دفع الزيت إلى داخل المحرك هذا نفترضى محرك الفرق بالمحرك على المضخة أنه المضخة جدا سوى هيدر تسحب الزيت هيدر تضطي حركة لزيت المحرك نفس المضخة لكن شنو؟ الزيت يضطي حركة للمحرك يعني الزيت يولد حركة للتروس أو للفصوص أو لما شابه ذلك من المحرك فأرجو أن تفهمون الفرق ما بين المحرك وما بين المضخة شكلهم طبعاً يكون متشابه لكن من خلال فتحة السحب والدفع ومن خلال طريقة الربط راح تعرف أنه هاي محرك هيدروليكي أو هذا مضخة يعني المحرك راح يجيه سائل راح يدوره هنا عدي بهذا خل نفترض هذا الأزرق هو المقاد فبالترس المقاد أكو عمود خارج هذا العمود الخارج راح يدور بفعل حركة السائل راح يدور لي إطار مثلاً يعني تاير أو عجلة أو غيرها أو أي شيء يدور زيان؟ فهذا الفرق ما بين المحرك وما بين المضخة بشكل عام يعني نجعله هنا هنا عدي أيضاً في الفيديو أيضاً لطيف أنه مضخة ترسية خارجية راح يفصخلنا إياها إحنا كأنما يعني شون نعتبروا نفسنا السابل وارشة وذا نفصف مضخة زين مضخة داي يفصخها هذه مضخة ترسية خارجية يعني ترسين نفس الأسنان اللي أول وحدة شرحناها بها فتحة سحب أيضاً دا شوفون فتحة تصريف فتحة سحب وفتحة تصريف طبعاً عادةً بالمضخات تكون فتحة السحب أكبر من فتحة التصريف فتحة السحب تكون أكبر من فتحة التصريف حتى تسمح للسائل بالدخول أو بالسحب من خلال المضخة هاي مضخة طبعاً موجودة أماكن سرح يبدو يفتحها يفصخها أربع براغي هل أني أربع براغي بيها؟ هل نجي نشوف كيف سوف نفصخها؟ هاي شوف هنا مطيك؟ مطيك اتجاه الحركة مو قلت لكم يطيكم سهم؟ يخلي لكم فد علامة بحيث تعرف أنت اتجاه الحركة من بشينه طبعاً؟ المفروض إذا فصخت مضخة دائماً من تفصخ مضخة أو أي جزء في تفصخها إذا بيه اتجاه معين لازم تحفظ الاتجاه يعني فرضاً أنا ما أدري جيت فكيت أربع براغي هي طبعاً جاي من الشركة مضبوطة جيت فكيت أربع براغي وشلت هذه الغطاء خليتها على صفحة بعدين من دا أشد؟ قلت زين هاي شون أشد ذهيتي لو أقلبه بالعكس؟ هو ما يأثر بس الاتجاه مو الاتجاه اللي يجي يشد المضخة ما رح يعرف الاتجاه الصحيح فأنت لازم شي يساوي تخلي فد علامة مثلاً أنت مو فكيت هذا الجزء تخلي مثلاً فد علامة فد نقطة فد تأشرها بالقلم أنه هذا سحب هذا الدفع عفوا هذا سحب وهذا الدفع حتى من تجي يشد ما يصر عندك مشكلة هو طبعاً نفسه أنا من دا أسمع الفيديو هو نفسه همتيه يعني شوان مثل قال هذا شو ممكن مجدود بالغلط لأنه عندنا هسا أقول لكم خلي يوصل للنقطة وأقول لكم شنو فيلمات ها هنا شنو هو دايقول دايقول هنا تشوفون هاي فتحة فتحة الدفع أصغر من فتحة السحب فبعدين صفا قالتين هاي منها سحب اش عجب هاي صغيرة وهذه تشبيرة قال مفروض بلعك تصير هاي تشبيرة وهذه تشبيرة فبعدين هو اش قال قال هذا ربما شادي بالغلط يعني المفروض يشدوش انه هو طبعاً مو الشركة شادة بالغلط هو الشخص اللي فتحها ما منتبه رجع شده بالغلط وهم الشركة المفروض المفروض يعني بيشي شغلات يخلون فتبروز فتشي بحيث ما يخلي الغطاء يقعد إلا بالشكل الصحيح يعني إذا تقعد بالغلط رح يعارض تلاحظت شون يعني نسا يخبون علم الشركة هي بد نتيجة كل شركة وتصميمها شوف هنا قال لك هذا انبوب السحب عفوا انبوب الدفع اللي يكون اصغر من شنو من انبوب السحب بعدين صفا قال هاي منها دفع ومنها سحب فصار مثل ابتباك مثل ما نقول هذا سحب يكون فتحته اكبر وهذا دفع فتحته اصغر يكون تصريف يعني فهذا شادي بالغلط يعني حتى بس لا صرع يتم ارتباك او شي خلني جماني الماوس هذا الماوس هاي براغي اربعة تنفتح ستشوف الجيل بسيطة طبعا هاي واشرات ما واشرات هاشرات تعرفوها هذا جزء راح حشي لشوف لاحظ انه شنو اكو بداخل هذا يسموه بيت المضخة يسموه الهاوسينج بداخله شنو اكو اكو الترس القائد والترس المقاد الترس القائد مرتبط بالشيفت بالعمود والترس المقاد ما مرتبط يعني فقط هو يدور شوف عندي هذا الشيفت مرتبط بالترس القائد هذا الديفتال هاي شوف هنا عندنا ترس قائد ترس مقاد عملها جدا بسيط يعني ما بي اي مشكلة هذا الترس مقاد ما مرتبط بمحور طبعا اذا شوفو هاي السود اذنى كلش مهمات اذا شوفو هاي السود اذنى كلش مهمات اذنى هذا الازرق والاسود شفتوها اذنى مثل الواشرات او مثل السيلزي سموها اذنى اذا تلفت فراح تشوف هذنى اذا تلفت المضخة راح تصير عندك تسريب فانت منشوف اكو التسريب كلش مستوى تجد تفتح المضخة اذنى اذا تنبع ادوات احتياطية بس وكتشتريها زين يعني تاخذها وتجيب نفسها وتشيدها ترجع المضخة جديدة كلش مو عليه لانه هي يعني شنو الاعطال اللي ممكن اصير بيها ما ممكن اصير بيها فهذا اعطال قوية التسريب مشكلته سهلة سواء كان بمضخة بستم مجرد تفتح المضخة تفتح البستم الصمامة رات يصير بي تسريب تفتحها فهو شنو المشكلة ما تتسريب اذنى الواشرات تتلف زين تبدلها وخلص ترجع الحاجة ترجع جديدة فتلاحظون هذا اجزيتها موجودة هاي القاعدة هم فتحها وما يعني ما بها اجزاء كثيرة هاي اجزاء موجودة هسه صارت واضحة معكم خلينا امشي الفيديو شوف شنو بعد بيه هاي ذا يقول لك انه شون تفتر يعني هوا طبعا ما تفتر هي بداخل البيت اكو ذنى تستقر عليها اذنى شون احنا نقول الجدار او اللي يحيط بالتروس هاي ذا يقول لك انه هاي تصرف زيت من الاتجاه تسحب من الاتجاه يعني شرح تشرحنوها نفسه بس مجرد انه هدا يوضح لك انه شنو اللي يصير فان شاء الله يعني تكون واضحة ما يكون صارت خليشوف شنو رح يرجعها شنو رح يرجعها يعيد تركيبها حتى طبعا من الضروري انه واحد مني يفصخ شغلة معينة يحاول طبعا تشوفون الاتجاهات يعني هذا ما يصير اني ارطب اتجاه معاكس هو بيه اتجاه معين فذا امن واحد مني يفك او يشير مو مجرد تعالوا فصخ لازم شي يسوي يعني انا من الناس مرات مثلا انسان بيفصخ شغلها يسهل مني يريد يرجعها ما يعرف شون رجعها فانحنا شنسوي نكون واحد يكون نبه يعني باتر عقبان انت ان شاء الله ما تعرف وين رح يصفل بك الدهار وين رح تشتغل بشركة ربما بمكان اخر تصطيح مضخات وغيرها رح انت من تفصخ شغله خلي في بالك نقطة مهمة انه لازم اعرف الشد الصحيح واكو بعض الناس حتى البراغي حتى البراغي اللي فكها يرجع كل براغي مكانه يعني ماكو مشكلة ترجع هذا البراغي مكان هذا مثلا هذا البراغي واحد ما بيها مشكلة اذا رجعت واحد مكان اخر لكن بعض الاشخاص اللي يتميزون بالدقة حتى البراغي مثلا يرقمهم او يعني يعرف مكاناتنا الصحيحة ويشدهم بنفس المكان اللي كانت بي وهو طبعا هذا شنو حيقليلك الوقت لان انت قد تشدها تقول والله انا ما ادري خلي شدها بالطريقة هاي واجرب وجربت وشديت وطلعت غلط رح ايضا تستغرق وقت تفصق المضخة مرة ثانية وتربطها بالشكل الصحيح فانت ليش هل تعب هذا من البداية اركز اثناء الفتح حتى شنو اثناء يعني التنصيب او اثناء التركيب انا ما استغرق وقت طويل وليش يقول لك هذا عامل ماهر وهذا عامل يعني نصر الدين مثل ما نقول ايهاي العامل ماهر انه يركز بالشغل ماته العامل اللي مثلا توده يتعلمه هاي لا ايجا بس اقلها مضخة خلا فالصخة مدري شنو ودار واجه وراح جابت عارشدها طايم راح ما لا يشدها ولا شي شوفوا ذاني الواشرات الواشرات ماته او السيز هاي الازرق الاسود هانشوف شنو هذا الواشر اللي على المحور طبعا المحور دائما اكو كراسي انزلاقية به يعني هذا هناك كرسي انزلاقي المفروض حتى شنو ايش يدوار اذا ما تخلي لكورسي انزلاقي ش راح يصير بي راح يساب بمرر الزمن راح يحتك و راح يتلف يعني مو ممرر الزمن ربما فترة قليلة لان هاي المضخات الدور مثلا خلينا نقول الفين دورة بالدقيقة فبالدقيقة و الوحدة الفين دورة يعني ش شو بي هذا اذا ما بي كرسي انزلاقي فلازم كراسي انزلاقي يخلون اللي هي يسموها البول بارينات او يسموها الرول بيرنج يعني الرول بيرنج بشكل رولات تصير اذا شايفيها والبول بيرنج اللي هي بشكل اللي هي شكرات صغار شايفيها انتم شون تصير اذا فاديوم التقينا بالكلية ان شاء الله ويعني شفناها اراولكم اياها انا ممكن ما ظهران شوف شنو شنو شغلات طبعا هذا الفيديو راح اخليكم اياه بالشسمة بالكلاسروم هو هذا والقبلة قبلة خليكم اياه محاضرة الدكتور نصير وهذا اشوفوا اذا موجود محاضرة دكتور نصير فبه اذا ما موجود اخليكم اياه محاضرة اليوم هم حتى تشوفوه طبعا طلاب اكو منه هاي السيسي شايفيها باليوتيوبات خاصة اللي يعني شوي زيان باللغة الانجليزية بس تضغط عليها بس تضغط عليها اش راح يصير راح الترجمة تطلع لك هنا بس مو ترجمة اخصوص سبتايتل يعني مرات اغلب الاحيان باللغة الانجليزية يطلع هذا السبتايتل فهو اش دي يحتيه السه دي ينكتب هنا بالسبتايتل بس باللغة الانجليزية وهو اي حاج طبعا اش دي تتمنى انه نحسي لكم اياه كله بس هاي الفتحات شوفوها باللون اخضر يعني مو نفس الحجم يعني بالواجب او بالامتحان من اقولك انه فتحة التصريف هي اكبر من فتحة السحب صح لو خطأ بني يقولي فتحة التصريف اكبر من فتحة السحب ها ها شو تقولون صح لو خطأ بك الله حاوي تغدون وعافوني خطأ دكتور ها بعضكم ما رايح تتغدون خطأ خطأ دكتور خطأ ممتاز يعني معناتها مضغدانية ممتاز ممتاز اذا خطأ اذا نقول فتحة السحب يعني قطر فتحة السحب اكبر من قطر فتحة التصريف او مساحة فتحة السحب اكبر من مساحة فتحة التصريف ممتاز اذا هنا ما عندنا شيء طلاب بس انا بالنسبة المضاخات الترسية تقريبا اكملناها بس اشريد من عندكم اريد منكم شغلتي انا الشغلة الاولى تنتبهوا لي اكون محاضرة بس خلي اوقف لتشجيله بس هنا بس ثواني خلي اوقف التسجيل